قد نعتقد ان السلة لا يضرب الا الامم الفقيرة او الفقراء لكن لا احد امن فقد تحصل الاصابة في اي مكان ولأي شخص على الاطلاق حتى الذين يتمتعون بحالة جسدية ممتازة لا تعرف تريسي انها مصابة على غرار العديد من ضحايا السلة وهي الاولى ضمن دائرتها الضيقة في التقاط شكل جديد ومميت للوباء انما الكثيرون سيتبعونها احدى الصفات الرهيبة للسل انه قد يستغرق ادراك الناس ان تم تتفشيا حاصلا عدة اشهر يستطيع الوباء ان يختبئ في الجسم لعقود من الزمن وهذا احد اسباب حجم انتشاره العالمية في الوقت الحاضر ملياران سمة ثلث سكان الارض مصابون بالمايكوباكتيريوم توبيركوليسيس اي جرثومة السل التي تقتل سنويا حوالى المليون شخصا مع ذلك وفي اسقع عدة من العالم يخطئون باعتبار السل وباء من الماضي انه الوباء الاكثر فتكا في العالم لكن لا احدى اقترث له البروفيسور لي رايكمان هو المدير التنفيذي للمركز الوطني للسل في كلية نيوجيرسي للطب ما الذي يهتمون له السارس الذي قتل من مجموع ثمانمائة وثلاثة عشر شخصا وحم ماربرك النافزة في انجولا قتلت حوالي مائتين وخمسين شخصا انهم يتشوقون لذينك الوباءين ولا استطيع نفهم لماذا السل القابل للتفادي والعلاج والشفاء ان اولي الاهتمام والجهد يسمحون له بقتل اخرين وباعداد كبيرة جدا حتى وقت قريب قلة هم الذين استخفوا بالمفاعيل الموهنة والمميتة للسل فعلى مر التاريخ المسجل كان اكتشاف اصابة انسان بالسل يعني الحكم عليه بالادام ان الوباء يلتهم الجسم من داخله انه يقضم ببطء وثبات الانسجة الحية ان السلة تسببه بكتيريا صدرية تعرف بالعصية تلك العصويات صغيرة جدا ولا تراها العين المجردة لكنها ليست بالغة الصغر كالفيروسات فيمكن عادة ان نراها بمجهر جيد وهذا ما حصل في القرن التاسع عشر عندما لاحظ العلماء ان السلة تتسبب به اشكال حياتية بكتيرية تنتقل من انسان الى اخر ونظرا لغياب العقاقير الضرورية لقتل تلك الجراثيم اقدمت السلطات الصحية في كل ارجاء الارض على عزل الراشدين والاطفال المصابين عن عامة الناس وقد وضعوا في مستشفيات مختصة سموها المصحات حيث انتظروا اشهرا او سنوات استعادة عفيتهم او الموت ونسبة الفئتين متناصفة كيف هي احوال من يصاب بالسل البحثة الاصطوري في مجال السل الدكتور جاك جروسات يعرف ذلك فعندما كان طالبا في فرنسا نقل مريض اليه شكلا من الوباء مقاوما للعقاقير برأيي هو شبيه قليلا بمراض الايدز كنت اقول بالفرنسية ان السماء هوت على رأسي حسبت ان حياة امتهت دخلت المصحة التي كانت في ذلك الوقت اشبه بالسجن وكنت في الرابعة والعشرين من عمري وقال لي المدير ان المستقبل اصبح ورائي وانني لو نجوت فيجدر بي العيش بروية والعمل بنصف دوام فقط وفي فرنسا في ذلك الوقت عندما اصبت بالسل كانت هناك مئة الف اصابة سنويا قضى نصفهم نحبه لذا لم اكن وحدي لكنني سعيد للغاية بالبقاء لقد حلفه الحب فبعد ان استأصل الجراحون الانسجة الموبوءة من رئتيه ول السل الى غير رجعة فتعاف جروسيت وكرس حياته لاجاد علاج للوباء وبدأ انه تم التوصل الى علاج في العام 43 عندما طور اول عقار مضد احيائي يكافح السل اخيرا اصبح للطب وسيلة لمقارعة الطعون الابيض لكن السل عينه وان واجهته بمضد احيائي واحد فهو يتحول الى ان يطور مقاومة للعقارة وبحلول الستينيات تبين للاطباء ان على المصابين تناول عدة اصناف من العققير يوميا وطوال ستة اشهر للقضاء على العدوى وعلى مر السنوات الثلاثين التالية تراجع عدد الاصابات بسرعة في الدول النامية وكان السل في طريقه الى الزوال او هذا ما اعتقده كثيرون في الواقع تمت الكثير للدراسة في مركز جونس هوبكنز للابحاث المتعلقة بالسل والدكتور ريتشارد شيسون هو مدير المركز عندما كنت طالبا في كلية الطب ساد الافتراض بانه تم القضاء على السل وكل معرفة ضرورية عنه توفرت كذلك الامر بالنسبة الى العقاقير الضرورية للسيطرة عليه وان امره انتهى وتبين ان ذلك الاعتقاد كان خاطئا فالسل لم ينتهي ليس لدى هذه المرأة ما يدعوها الى الاعتقاد بان الطعون الابيض بداخلها فمن الاسهل كثيرا القاء الملامة بسعالها على اسباب اخرى علي الاقلاع عن التدخين لا يفرق السل بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية او الوظائف او الدراسة يمكن لاي كان الاصابة بالسل ويبدو ان ثم تم فهوما سائدا بان الفقراء والاقليات وحدهم يصابون بالسل وهذا اعتقاد خاطئ اذا كيف تصاب امرأة ثرية في بيفرلي هيلز بالسلة بمعرفة الاجوبة علينا متابعة حلقة الاشخاص الذين تراهم يوميا ان السلة يعتمد على النشاطات الجماعية لينتشر ويزدهب فمن الصعب التقاطه من غريب اكثر من الانفلونزا على سبيل المثال لنفترض ان رئتي هذه الصهباء تحويان اصابة نشطة بالسلة عندما تضحك او تغني او تسعل او تعتص فان قطيرات صغيرة من اللعاب الموبوء تتطير من فمها وتنتشر في محيطها انما يتطلب عادة تجذر العدوى التعرض المستمرة لايام وهذا لا يصح دائما فالبعض ولأسباب مجهولة لديهم استعداد كبير للاصابة بالسل والبعض اصيب بالعدوى في ساعات معدودة لكن في هذه الظروف في الخارج وفي يوم مشمس ودافئ فان فرصة الاصابة ضئيلة فاشعة الشمس تقتل البكتيريا في الهواء كما في هذه القهوة ان عشرة بالمائة فقط من ملتقطي السل يمرضون مع ذلك فان الخطر كبير لان السل يستطيع ان ينام في الجسم لعقود من الزمن الى ان يوقظه شيء ما وان لم يعالج المصاب فالموت محتم بنسبة خمسين بالمائة وهذا مع السل العادي فاليوم انتشرت سلالات جديدة في انحاء الارض سلالة تعجز العقاقير عن القضاء عليها انها كارثة صحية عالمية تحدق بنا جميعا وهذه المرأة قد تكون هي حاملة سر التفشي القتال التالي ان السلة هو وباء جماعي وهو ينتشر في الاماكن العامة كمثل المدارس والمستشفيات والمباني المكتبية ان الجرثومة تزدهر في الغرف المظلمة ذات الهواء الراكد وهي تستطيع ان تطفو في الهواء لساعات والان هي هنا في صالة العرض حيث يشاهد صانع فيلم مغامرات بعض لقطاتهم خلال الاسبوع تريسي موجودة هنا برفقة زوجها منتج الفيلم وزميلة تريسي في تمارين اليوغا تؤدي دورا في الفيلم لذا جلست مع المخرج ظاهريا يبدو كل شيء طبيعيا لكن الطعون الابيض ينتشر في ارجاء الصالة لا تتطلب العدوى سوى ما بين ثمان وعشر من العصويات وسعال تريسي ينثر الالافة من الجسيمات المعدية ان تعرضوا بشكل كاف لها فقد تنتقل العدوى اليهم جميعا لكن هذا لا يعني بالضرورة ان يمرضوا جميعا فقد عاش وباء السل الاف السنين لانه يقتل ببطء ما يمنحه الوقت للفرار للعثور على ضحية جديدة فان قتل السل حامله فهو يموت بدوره ومن اجل البقاء تطورت العصويات الى شكل يعيش داخل ابداننا ويحجر عليها عادة جهاز مناعتنا على سبيل المثال راقب ما يجري داخل بدن المنتج انه يتنشق بكتيريا السل وعندما تهبط العصية فى الحلق تبحث عن موقع دفئ لتستريح داخل رئتيه لن تلبث البلاعم ان تكتشفها وهي خط الدفاع الاول للكوريات البيضاء العائدة لجهاز المناعة البلاعم تكنس وتمتص الجسيمات الدخيلة من ابداننا لكن القوقعة الحامية والسميكة حول عصية السل لن تتدعى فتنتقل البلاعم الى الخطة البديلة تحيط موقع الالتهاب وتضع قوقعة صلبة تسمى دورينا الافة التي تتحدر منها عبارة تدر تبقى العصويات حية لكنها محتجزة ولا يمكنها الانتشار فى ارجاء الجسم ولا تستطيع الانتقال الى اشخاص اخرين وهذا يسمى اصابة كامنة يعيش الكثيرون لعقود مع العصويات الكامنة او حتى نهاية عمرهم بدون اي مشكلة لكن الدورينا هي قنبلة بيولوجية موقوتة تستغرق عصية السل يوما كاملا للتكاثر ويمكن ان تمضي سنوات وعقودا بدون اي تكاثر ثم وبعد ثلاثين سنة من اخر تكاثر لها تؤدي انشطارا من جديد ان امراض الرئى هي الاشكال الاكثر شيوعا للسل الفاعل والاسهل لكشفه لكن يمكن للسل ان يرتبط جذره فى اي مكان من الجسم هذه المرأة لا تعرف انها وقعت ايضا ضحية القاتل الكامن فهي مصابة بالسل الفاعل انما ليس فى رئتيها عندما يكون جهاز المناعة ضعيفا تخفق البلعيم كاحتواء البكتيريا ويمكن ان تحمل السل عبر الشرايين الى ازاء اخرى من الجسم هذه المخلوقات النهيمة على استعداد لان تتغذى وتتلف اي نسيج او عظم في الجسم بغية بقائها حية انا لا اعرف كم ادني نفسي بالتمارين لكنني لا امارس سوى رياضة اليوغا لقد شعرت هذه الممثلة مؤخرا بالام في الظهر وهي تلقي باللوم على اليوغا والافراط بشرب القهوة لكن الحقيقة اسوأ بكثير فهوسها بوزنها قد ارهق جهاز مناعتها الى اقصى الحدود وقد استقر السل في عمودها الفقرية ومع قدم العصويات لفقراتها اصبحت مخرمة وتشبه الاسفنجة اكثر من العظام وفي النهاية ستصبح اضعف من ان تحمل وزن جذعها فتسحق الفقرة وهذا الضرر لا يمكن عكسه وما لم يتم اكتشاف علتها قريبا ستصبح هذه الممثلة الصاعدة حد باء بعد سنوات كيف اصيبت بالعدوى ومن هو مصدر هذا الانتشار المصدر ليس تريسي هذا الرجل هو المسؤول يسمي نفسه راما وهو يدرس اليوغا لخمسة ايام في الاسبوع لمقيمين في بيفرلي هيلزاك في الماضي كان راما عاملا في مرأب للسيارات يدعى دوغا وقد غيرت حياته سلسلة رحلات الى مخيمات التدريب على اليوغا في الهند انما لم تكن كل التغييرات ايجابية ففي مكان ما من تلك الامة الشاسعة اجتاحت جسمه مجموعة من الجرثومة الفطرية للسل يعيش في الهند اكثر من مليار نسمة وهم يعيشون في منطقة مساحتها لا تتعدى ثلث مساحة امريكا ان الظروف العيش هنا مثالية لتفشي الاوبئة بالاضافة الى ازمة في قطاع الصحة العامة فالملايين من الفقراء لا تتوفر لهم الخدمات الاساسية وربما نتج عن ذلك اصابة اكثر من 40% من سكان الهند بالسل هنا يسجل سنويا مليوناء اصابة جديدة والبلد في سباق مع الزمن كما ان الهند تضم كذلك 10% من مجمل المصابين بالايدز في العالم وكما سنرى لاحقا فان السل وقصور المناعة المكتسبة شاركان في القتل انصار اليوغا يدعون ان التنفس السريع الوتيرة قادر على تطهير الرئتين لكن في هذه الحالة فان له التأثير المناقض كلما مارس راما نفس النار فهو يلفظ صحبا من البكتيريات المعدية ان اشعة الشمس والتهوئة هما وسيلتا دفاع جيدتان ضد السل لكن ايا منهما ليس موجودا في قاعة التدريب المظلمة والفاسدة الهواء حيث تطفل عسويات في الهواء كمثل الغبارة ان جدرانا سميكة وخامية تحيط بالخلايا البكتيرية والجرثومة الفطرية للسل لها جدر اسمك من معظمها وهي تحميها من جهاز المناع ومن اليباسة لذا فهي تستطيع البكاء حية خارج الجسم ومعدية لاشهر بعد اربع حصص في الاسبوع على مدى اشهر انتشر السل في اجسام جميع هؤلاء وهو ليس سلا عاديا فمع كل نفس ينشر راما سلا متعدد المقاومة للعقاقير ان السل ام دي ار هو شكل مميت جديد لوباء قديم ولم يكن موجودا قبل العام اربعة واربعين انه من صنع الانسان انه النتيجة المباشرة للسلوك البشري السيء كمثل سلوك راما خلال وجوده في الهند بدأ راما يسعل دما وقد راجع طبيبا محليا شخص اصابته بالسل واعطاه سلسلة ناجعة من المضادات الاحيائية وخلال ايام شعر بالتحصن وعندما عاد الى كاليفورنيا بعد عدة اسابيع ترك عقاقيره ظنا منه انه شفي لكنه فاقم حالته نظرا لعدم اكمال علاجه خلق في جسمه سلالة جديدة من السل المقاوم للعقاقير عندما لا يتناول المريض العقاقير الاربعة او الخمسة التي يحتاج اليها او ان لم يتناولها طيلة ستة اشهر فان السل الذي لم يقضى عليه يطور مناعة خاصة به بماذا؟ لان كل الكائنات الحية مبرمجة على البقاء بامكان المضادات الاحيائية ان تقضي بسرعة على غالبية السل في الجسم لكن بعض الجراثيم تتطلب وقتا اطول وان توقف المصاب عن تناول العقاقير قبل القضاء على كل العصويات في جسمه فان الجراثيم تستطيع التحول الى شكل اصلب يمكنه مقاومة مضاداته والاسوء من ذلك ان هذا السل الاقوى يستطيع الانتقال الى اشخاص اخرين اول مضاد احيائي البنسيلين انتج عام تسعة وعشرين ومد ذلك الحين تم تطوير عدد كبير من المضادات الاحيائية لعلاج مروحة من الامراض الخطيرة وفي السنوات الاولى ابتكر العلماء مضادات احيائية جديدة باسرع من تطوير الفيروس مقاومة لها لكن كل هذا قد تغير فيعتقد البعض الان ان المتعضات المجهرية قد سبقتنا وان خياراتنا لعلاجها قد تضاءلت العديد من جراثيم المستشفيات ذات المستوى المتدني اصبحت الان قادرة على مقاومة شتى المضادات الاحيائية والجراثيم الخطيرة كمثل سل ام دي ار تستطيع مقارعة اي دواء نستعمله ضدها ان عمليات التفشي الكبير للسل قد تسارعت وطيرتها مؤخرا واحدة من اولاها حصلت في مطلع التسعينيات في مكان لم يتوقعه احد نيويورك نيويورك القلب الاقتصادي النابض لامريكا الذي ينعم بعناية طبية من الدرجة الاولى اذا ماذا حصل الدكتور لي رايكمان من كلية الطب في نيوجيرسي كان هناك لقد تم تفكيك بنامج ضبط السل في مدينة نيويورك لان الحكومة الفيدرالية بحكمتها قررت ان السل لم يعد مسألة مهمة فحولت الاموال الى برامج اخرى لذا اوقفت برامج كان الغرض منها معالجة هؤلاء المصابين وقد حصلت زيادة هائلة في عدد سلالات السل المقاومة للعقاقير فخلال اواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات عشرون بالمئة من اصابات السل في مدينة نيويورك كانت مقاومة للعقاقير وهذه كانت كارثة ما يثير السخرية ان مستشفيات نيويورك ساعدت على نشر السل المقاوم للعقاقير بين المواطنين ففيها عدد كبير من الناس المصابين بالوباء المقاوم للمضادات الاحيائية امضوا فترات طويلة يتشاركون الهواء في غرف مقفلة العديد من المرضى اصيبوا بالسل بهذه الطريقة كذلك الاطباء والممرضات وعاملون اخرون في القطاع كان التفشي في نيويورك تطورا منذرا بالشؤم ففي حال استطاع التفشي هنا يمكن ان يتفشى في اي مكان طلب اطباء الاوبئات اتخاذ خطوات دراماتيكية فقد علموا انه عندما يتطور السل المقاوم للعقاقير فمن الصعب علاجه وبغية سحقه عليك القضاء على السل العادي قبل ان يطور مقاومة للعقاقير وهذا يعني تأكد من تناول المصابين بالسل لعقاقيرهم في الاوقات المحددة وهذا اصعب مما يبدو ان تناول العقاقير هو تصرف بشري خارج عن المألوف لذا لا يجدر بنا الاعتماد على الناس بان يتناولوا طوعا وبفرح ادويتهم فهذا لا يحصل ابدا وفي اي مكان من الصعب جعل الناس يتناولون الادوية لذا فان العلاج تحت المراقبة هو مقاربة تضمن علاجهم وشفاءهم العلاج تحت المراقبة المباشرة المعروف بدوتس يبدو افضل امل لدينا لردع السل المقاوم للعقاقير فيطلب من مرضى السل تناول عقاقيرهم امام عاملين في القطاع الصحي كل يوم وطيلة ستة اشهر لا يوجد عهد شرف ولا جدال اما ان تتناول العقاقير او توضع في الحجرة بعد تفشي العام 93 جعلت امريكا من مقاربة دوتس النظام الاساسي للعناية بمرضى السل والان يعتمد في كل ارجاء العالم فالصين اطلقت مؤخرا برنامج دوتس بشكل مكثف وفعال لاحتواء السل في محافظاتها الريفية لكن العديد من الامم لا تملك لا المال ولا البنى التحتية لاطلاق هذه الحملات ان الاراضي التي كانت خضعة للاتحاد السوفيتي السابق تعاني ازمة عناية صحية تهدد اسيا واوروبا وفي النهاية العالم باسره كان الاتحاد السوفيتي دولة توتاليتارية قمعية لكنه نجح في مجال واحد على الاقل كان لديه نظام عناية صحية عالمية بالغة التنظيم لكن رافق تداعي الشيوعية انهيار العناية الصحية وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 91 رحل العديد من الاطباء والعلماء وتوقف تمويل المستشفيات والمستوصفات بين العام 94 تراجع معدل عمر الرجال في الاتحاد السوفيتي السابق من 64 الى 57 وهو المعدل الادنى بين كل الامم النامية ان السجون الروسية هي مركز التفشي فهي مقتضة وزهيدة التمويل فهي خزانات للسل المقاوم للعقاقير فسجين واحد من بين كل عشر مصاب بالسل الفاعل وربعهم مصاب بالنوع المقاوم ان كنت في زنزانة في روسيا خلال الشتاء في تاسك في سايبيريا حيث نوافذ محكمة الاخفار وفيها ثلاثون او اربعون سجينا بوجود عشرة اسرة فقط وهم يتنوبون على النوم وجميعهم يتنفسون ويصعلون لانهم يدخنون اضافة الى الرطوبة العالية وان كان احدهم مصابا بالسل فبحلول نهاية السنة سيصابون جميعا بالسل كل سنة يفرج عن ثلاثمائة الف سجين من السجون الروسية وجميعهم تقريبا كانوا عرضة للسل وغالبا ما يكون النوع المقاوم ولهذه الكارثة الصحية ارتكاسات عالمية لابد من ان بعض المصابين غادروا روسيا سعيا الى حياة افضل في مكان اخر وقد كان هؤلاء المهاجرون مصدر موجات تفشي السل في العالم وان لم يكن ذلك سيئا كفاية فلن تلبث الاوضاع ان تزداد سؤان احد الاشياء التي لم تحصل بعد في روسيا لكنها على وشك الحصول هو بروز وباء مطور المناعة المختسبة فهو بالنسبة الى السل اشبه بعود الكبريت والوقود والسل سينتشر بالطول والعرض كان بامكان البشر وقف عملية القتل العالمية التي ينفذها السل لكننا عوضا عن ذلك جعلناه اقوى فقد تحالف الان مع جرثومة الاتش اي في المسببة لقصور المناعة المكتسبة الرابط المتنامي بين القاتل القديم السل والقاتل الجديد الاتش اي في يهدد مليارات الناس والان هذه اللكمة المزدوجة على وشك ان تصيب لوس انجلوس يقيم في لوس انجلوس حوالى عشرة ملايين شخص اضافة الى مليون اخر من المهاجرين غير الشرعيين والعابرين وثمانية عشر بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقرة لكن عدد اصحاب الملايين فيها هو اكثر منه في اي مدينة اخرى في حال تفشي السل المقاوم للعقاقير هنا فقد يواجه الجميع الخطر لكن السل اظلم مع المعانين لا سيما المصابين بالاتش اي في المسبب لقصور المناعة المكتسبة او الايدز اصبح السل الان القاتل رقم واحد للمصابين بالايدز في حال تفشي السل المقاوم للعقاقير بين جماعة الافلام في هوليوود فلا يتأخر في اصابة احد المعانين من الايدز يقدر عدد المصابين بالجرثومة في لوس انجلوس بحوالى ستة عشر الفا وكمثل الكثيرين الذين لا يعرفون انهم مصابون بالسل فان العديد من المصابين لا يعرفون بوجود الجرثومة في ابدانهم قلت لك اننا سنهي الفيلم قد يتفش السل المقاوم للعقاقير ببطء وبتخف ويبقى وجوده مكتوما لاشهر ويتمتع بحرية الانتشار بين العاملين في كل من غرف هوليوود المظلمة اناس كمثل هذا المنتج احتضنت اجسادهم بكتيريات السل الكامنة منذ مدة اخيرا فان عادته في الشرب والتطين والاجهاد اضنت جهاز مناعته ان الجرثومة الكامنة في صدره تقدم سجنها الدارانية الكتلة التي تشبه الجبن الابيض هي بكتيريا منزوجة مع بعض بقايا البلاعم عصويات من البكتيريا المتصلبة اصبحت الان طليقة يحاول بلعم التهامها يحاول ويفشل عوضا عن ذلك يتحول البلعم الى عامل تسليم فيحمل العصويات الى اعماق الرئتين ومع تكاثر البكتيريا تتكرر هذه العملية حتى يصاب المنتج باصابة كاملة من السل المقاوم للعقاقير اعياؤه سيتفاقم تدريجا لكنه الان معدن وهذا نذير شؤم للجميع لا سيما بالنسبة الى هذا المؤلف انه مصاب بالـ HIV جهاز المناعة وهي واحدة من اقوى دفاعات ابدا نينا يتعلق الفيروس بالخلايا البيضاء وينصهر معها وعندما يختارق قوقعة الخلية البيضاء يحملها الـ HIV شفرته الجينية شريطا من حمض الريبو نيوكليك المعروف بالـ RNA خلال تنقله يصنع الـ RNA صورة مطابقة له وعندما يجتمع الاصلي والنسخة يكونان الحمض النووي او الـ DNA الحلزونة المزدوجة التي تشكل التصميم الاصلي للحياة ولكي تخترق اكثر دفاعات الخلايا تختبئ خلف مكوك بروتيني للخلية البيضاء وتستقله الى قلب الخلية الى النواة لدى دخولها النواة تقبض على مقاليد وظائف الخلية البيضاء وتحولها الى معمل لانتاج الـ HIV تنطلق فيروسات الـ HIV من معملها سعيا الى غزو خلايا جديدة وهي تسرق اجزاء من قوقعة الخلايا البيضاء في طريقها وان اصيبت الخلية البيضاء بثقوب كثيرة تمت وان مات عدد كبير من الخلايا البيضاء يقضى على جهاز المناعة يحمل البشر حوالى الف خلية بيضاء في كل مليمتر مكعب من الدم وعندما يتضاءل عددها الى اقل من 200 لا يعود الجسم قادرا على مقارعة الالتهابات واي شيء يستطيع قتله وفي تلك المرحلة يصبح مصابا بقصور المناعة المكتسبة حتى الان لا يوجد علاج شاف لكننا احرزنا تقدما كبيرا الدكتور روبرت سكوت افتتح عيادته الطبية في اوكلاند في كاليفورنيا في اواخر السبعينيات لدى بداية تفشي الادز وقد شهد الموجة في اسواء مراحلها شكل ايجاد العقاقير تحولا مثلا لم يعد يعتبر الـ HIV او الـ AIDS حكما بالاعدام عوضا عن ذلك ولدى كشفه باكرا وعندما يتلقى المصابون العناية ان استطاعوا تحمل العقاقير وتناولها فيمكن للمصاب ان يعيش عمره العادي لذا فان الـ HIV اصبح وباء مزمنا كمثل ضغط الدم المرتفع او السكري والتي يستطيع المصاب بها ان يعيش عمره كاملا مع العلاج المناسب لدى سكوت مجموعتان من المرضى اهالي اوكلاند واهالي زيمبابوي البلد الذي يتناهش اهله الفقراء الايدز والسل تعتبر زيمبابوي واحدا من اكثر بلدان العالم تفشيا بالايدز 20% من الراشدين فيها مصابون وبمن بعض الجماعات تبلغ نسبة الاصابة حوالى 80% في هذا البلد الغني بالموارد يعيش ثلاثة اشخاص من اصل اربعة في الفقر ومعدل العمر يتضاءل وقريبا سيكون من النادر ان نجد احد ابناء البلد قد بلغ سن الاربعين ان اللكمة المزدوجة للسل والاتش اي في قوية بشكل خاص ومع التهام الاتش اي في السكان ممهدا الطريق للالتهاب فان السل يتسلل الى الجسم ويجهز عليه لقد زادت الاصابات بالسل هنا لاكثر من 600% عندما ظهر الاتش اي في في افريقيا حيث لدي حوالي 450 مصابا بالاتش اي في فان نصفهم قد راجعوا الطبيب لاصابتهم بالسل ما دفع به الى ان يجري لهم فحص الاتش اي في ان للافارقة الذين ضربهم الفقر والاتش اي في استعدادا كبيرا للاصابة بالسل لكنهم ليسوا وحدهم فان المزيج الفتاك بين الاتش اي في والسل المقاوم للعققير يهدد العالم برمته يعمل المؤلف ليلا نهارا مضنيا جهاز مناعته الضعيفة اصلا ومع تأجيله تلقي العلاج يقدم السل جدران رئتين ومع الوقت ستمتلئ تلك التقرحات بالقيح والدم ومئات الملايين من البكتيريا سيجد صعوبة في التنفس بشكل مضطرد في هذه الاتناء ومع تفاقم سعالها راجعت زوجة المنتج اخيرا الطبيب الذي لم يستطع فهم علتها فالسل لا يظهر في فحوص الدم العادية انه بحاجة الى فحص جلد او نخامة ليكشف العصية ان الاقل ترجيحا لالتقاطهم عدوى السل هم الذين يستغرق طويلا تشخيص اصابتهم لانه لا يتبادر ابدا الى اذهان اطبائهم انه السل يفكرون في كل شيء اخر اولا وتنقض اشهر قبل ان يفكر اخيرا بانه قد يكون السل ان مهاجرا متشردا من امريكا الوسطى يتعاطى المخدرات بالحقن وهو مصاب بالايدز تشخص اصابته بالسل في غضون ايام عاجلا ام ااجلا سينجح احدهم باكتشاف الحقيقة وربما ينقذ حياة هذه المرأة ان اصيبت بالسل العادي سيكون علاجها سهلا فما عليها سوى ابتلاع حفنة من الادوية الرخيصة طوال ستة اشهر لكن السل المقاومة للعققير يتطلب سنتين من العلاج الكيميائي السمي المكثف وهي مدة علاج تفوق مدة العديد من انواع السرطان وهو باهض الكلفة ونجاحه غير مؤكد فتم تأمل في الشفاء نسبته خمسون بالمئة ان التفشي المتزايد للسل المقاوم للعققير مقلق بشكل خاص لانه لم يحرص ضده الا تقدم بسيط ان الباحثين في مجال السل يحاولون لكن الاموال والقدرات التي يحتاجون اليها لصنع لقاحات ومضادات احيائية تفوق قدراتهم تستطيع شركات الادوية تخصيص تلك التوظيفات لكنها ليست اولوية لديها ان تطوير مضادات احيائية بشكل عام هو مجال يعاني الاهمال الان والكثير من عمليات تطوير المضادات الاحيائية انجزها علماء جراثيم اعتمدوا على الحظ وبما ان الحظ حلفهم فمن الصعب ان يبقى الى جانبهم الان فشركات الادوية تميل الى انتاج دواء لمكافحة البدانة اكثر منها الى دواء مضاد للصل لان سوق ادوية البدانة اكبر واغنى من سوق المضادات الاحيائية في غياب علاجات جديدة فان المفتاح هو في تفادي تفشي الوباء لقد بحث العلماء عن لقاحات وقائية طوال قرن لكن حتى الان لا يوجد الا واحد هو البي سي جي وهي معادلة اخترعت عام واحد وعشرين لكن العديد من البلدان لن تستخدمها لانها ليست فعالة الا لدى خمسة بالمائة فقط من الذين يتلقونها ان جهاز المناع يحقق نجاحا بنسبة تسعين بالمائة وان كان لدينا لقاح لوباء معذن كالصل بفعالية نسبتها تسعون بالمائة فسنطير فرحا وجهاز المناع هو اشبه باللقاح الرائع فكيف يمكنك ان تحسن مفاعل جيد اساسا على خلاف السل فان الدفاعات الجسم بلا حول ولا قوة امام الهي في جهاز المناع الذي يستهدفه الفيروس يتعرض للخطفة فيصبح ملجأا لانتاج المزيد من فيروسات الهي في وعدم تلقي العلاج يعني الموت المحتوم لقد تم اصدار الحكم على المؤلف سننقلك الى الطبيب بعد انهائك العمل فاكمل عملك انهار اخيرا ونقل الى المستشفى بسرعة انما بعد فوات الاوان فالجرعة المزدوجة من الاش اي في والسول المقاوم للعققير جعلت رئتيه تتفسخان انه الخسارة الاولى التي اوقعها وباء متخف يكاد يبرز الى مركز الضوء يموت يوميا في لوس انجلوس من معدله مائة واربعة وستون شخصا غالبية تلك الوفايات لا تخضع للتحقيق في حال كان المتوفى فقيرا ويعاني من مشاكل متعددة فان موته لا يثير الشبهات لكن عندما يموت شخص لا يقف على هامش المجتمع فمن المرجح ان يريد شخص ما في مكان ما ان يعرف السبب وفي هذه الحالة طلبت اسرة شاب محزونة تشريح جثته وعندما وصلت النتائج ستقرع صفارات الانذار في كل ارجاء مقاطعة لوس انجلوس حتى انها ستسمع في عالم الاستعراض فكل من احتك به المتوفى خلال الاشهر القليلة الماضية سيخضع لفحص السل اضافة الى جميع الذين احتكوا بهم ايضا والهدف هو العثور على كل من يمكن ان يكون مصابا بالعدوى لمنع الوباء من الانتشار ان صمدت هذه السلالة من السل المقاوم للعققير لاشهر فقد يكتشفون عشرات ومئات الاصابات الفاعلة من السل المقاوم للعققير العديد من تلك الاصابات ستقع في صفوف المبدعين في هوليوود لان السل هو وباء الجماعات جميع مدبرات المنزل والمساعدين الشخصيين والمحيطين بالمنتج وزوجته يمكن ان يكونوا قد اصيبوا بالعدوى يكتشف المخرج انه مصاب بعد ان عانى من الام مبرحة في الرأس والغثيان انه مصاب بسل السحايا سل الدماغ انه ليس معديا لكنه صعب الاكتشاف ورهيب المفاعل مع تكتل البكتيريا داخل مادته الرمادية تتسرب سوائل المخية فاي زيادة ضئيلة في كمية السوائل داخل الجمجمة يمكن ان تعصر الدماغ وتسبب اتلاف اجزاء منه وقد ينجو بعد السنتين من العلاج الكيميائي ماذا عن راما مصدر الانتشار ما ان ظهر موظف دائرة الصحة حتى استقل راما الطائرة التالية الى الهند من اجل انعاش الروحي هو بحاجة ماسة اليه ليسبق بخطوة المحامين الذين يعرف انهم سيلاحقونه وبعد اشهر تأخذ الطبيعة مجراها هذا هو العالم المتخيل لكن موجات الانتشار الحقيقية للسل المقاوم للعقاقير تحصل باستمرار ويتفق الخبراء على انها ستستمر في الحصول الى ان نجد لقاحات جديدة او ادوية جديدة او فترات علاج اقصر من المشين ان الوباء الذي يقتل اناسا اكثر من غيره ما زلنا نعتمد له تشخيصا تتكر عام 1890 ونعتمد على ادوية للسل اخرها انتج في اواخر الستينيات وما زلنا نعتمد على لقاح غير فعال بعض المصابين لديهم عصية تقاوم كل انواع المضادات الاحيائية وهم بحاجة ماسة الى مضادات احيائية جديدة وان لا فسوف يموتون ان استطعنا علاج الناس في يوم واحد وبجرعة واحدة فهذا سيكون مثاليا لكن حتى لو استطعنا تقليص فترة العلاج الى شهرين او ثلاثة فهذا سيكون اسهل بكثير ان التقدم الذي احرز في مجال ادوية السل بطيء لان الجرثومة ذاتها تنمو بوتيرة ابطأ من العصويات المتعددة الاخرى وهذا يتيح افضلية غير عادية فتجارب الابحاث على السل قد تستغرق اشهرا او اياما انما على خلاف السل فان البشر لا يمكنهم اخذ كل وقتهم علينا مكافحة هذا الوباء قبل ان يزداد قوة شكله المقاوم للعقاقير يشعر خبراء السل بالحاح يغفل اخرون عنه لانهم يخشون من ان المزيد من موجات التفشي في العالم للسل المقاوم للعقاقير تلوح في الافق فقد نظروا الى مستقبلنا المليء بالمزيد من اله اي بي لتغذية محرك السل عالم حيث يسافر الجميع ولا احد يتحلى بالصبر ليتلقى العلاج لاشهر او سنوات بغية القضاء على الطعون الابيض عالم حيث تظهر مضادات احيائية جديدة بالصدفة بينما الاشخاص الذين ينتظرونها يتاكلون من الداخل انها ليست رؤية مفرحة انما ليس بالضرورة ان تنتهي الامور على هذا النحو فان جهدا جماعيا مكثفا لصنع ادوية جديدة لمكافحة السل المقاوم للعقاقير ولسحق الوباء حيثما يبرز يمكن ان يوقف الطعون الابيض مكانه كما انه يجعل العالم اكثر امانا للاعداد المتنامية بسرعة من المصابين بالHIV ما علينا تذكره جميعا عندما نشعر بالرضى عن اننا في بلاد لديها برنامج جيد للسيطرة على السل هو ان السل وباء عالمي وان الطريقة الوحيدة للسيطرة على السل في اي مكان هو السيطرة عليه في كل مكان يفويل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة